أعوذ بالله من الشيطان الرجيم سورة النجم مكية بسم الله الرحمن الرحيم والنجم إذا هوى ما ضل صاحبكم وما غوى وما ينطق عن الهوى إذ هو إلا وحي يوحى علمه شديد القواذ مرة فاستوى وهو بالأفق الأعلى ثم دنا فتدلا فكان قام قوسين أو أدنا فأوحى إلى عبده ما أوحى ما كذب الفؤاد ما رأى فتمارونه على ما يرى ولقد رآه نزلة أخرى عند سدرة المنتهى عندها جنة المأوى إذ يوش السدرة ما يغشى ما زاغ البصر وما طغى لقد رآ من آيات ربه الكبرى أفرأيتم اللات والعزى ومنات الثالثة الأخرى ألكم الذكر وله الأنثى تلك إذا قسمة الضيزاء إن هي إلا أسماء سميتموها سميتموها أنتم وأباؤكم ما أنزل الله بها من سلطان إن يتبعون إلا الظن وما تهوى الأنفس ولقد جاءهم من ربهم الهدى أمن الإنسان ما تمنا فلله الآخرة والأولى وكم من ملك في السماوات لا تغني شفاعة شيئا إلا من بعد أن يأذن الله لمن يشاء ويرضى إن الذين لا يؤمنون بالآخرة لا يسمون الملائكة تسمية الأنثى وما لهم به من علم إن يتبعون إلا الظن وإن الظن لا يؤني من الحق شيئا فأعرض عن من تولى عن ذكرنا ولم يرد إلا الحياة الدنيا ذلك مبلغ من العلم إن ربك هو أعلم بمن ضل عن سبيله وهو أعلم بمن اهتدى ولله ما في السماوات وما في الأرض ليجزي الذين أساءوا بما عملوا ويجزي الذين أحسنوا بالحسنى الذين يجتنبون كبائر الإثم والفواحش إلا اللبى إن ربك واسع المغفرة هو أعلم بكم إن أنشاكم من الأرض وإن أنتم أجنة في بطور أمهاتكم فلا تزكوا أنفسكم هو أعلم بمن اتقى أفرأيت الذي تولى وأعطى قليلا وأكداء عنده علم الغيب فهو يرى أم لم ينبأ بما في صحف موسى وإبراهيم الذي وفاء أن لا تزر وازرة وزر أخرى وأن ليس للإنسان إلا ما سعى وأن سحيه سوف يرى ثم يجزاه الجزاء الأوفى وأن إلى ربك الانتهى وأنه هو أضحك وأبكى وأنه هو أبات واحيا وأنه خلق الزوجين الذكر والأنثى من نطفة إذا تنى وأن عليه النشأة الأخرى وأنه هو أغنى وأقنا وأنه هو رب الشعرى وأنه أهلك عادن الأولى وثمود فما أبقى وقوم نوع من قبل إنهم كانوهم أظلم وأطغى والمؤتفكة أهوى فوشاها ما وشا فبأي آلاء ربك تتمارى هذا نزير من النزر الأولى آزفة الآزفة ليس لها من دون الله كاشفة أفمن هذا الحديث تعجمون وتضحكون ولا تبكون وأنتم سامدون فاسجدوا لله واعبدوا